منظمة السلام الأخضر تطالب بفرض ضريبة على المساكن الشاغرة في النمسا طبعا أكيد أستاذ الكريم يعني هذا 1 زائد 1 يساوي 2 يعني فيما باني فارغة لماذا لا يتم تأجيرها آه لأما لأن أصخاطها إما إما يرفعوا أجورها بشكل عالي جدا أو لأنها يعني بصراحة في أشخاص عندهم بيت واثنين وثلاثة فبالتالي هذا الشيء أكيد عزز يعني موضوع الكثافة البناء الغير مجدي يعني لماذا يوجد بناء ولماذا يوجد مشاريع جديدة ولكن في نفس الوقت يوجد كمية يعني أبنية كثيرة فارغة أعتقد يعني أو خالية عفوا وأصحابها لا يستغلونها بسبب إما ارتفاع الأجور المنظمة قالت أنه يعني باعتبار أنه يوجد ازدياد في السكان يجب أن يكون هناك يعني ضغط ما على أصحاب هذه المساكن أو هذه المباني ليقوموا بتأجيرها أو بتخصيطها بدل البناء الجديد والقضاء على مساعد خضراء بالضبط 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 ارتفاع الحرارة يعني اليوم كان في عنا خبر بالنشرة أنه هذا الصيف سيكون درجات الحرارة متوقع أن تصل فيه إلى 44 درجة يعني متخيل متخيل ما هذا يعني هذا يعني إذا لم يكن هناك مساحات خضراء واسعة لاستجلاب الأمطار بصراحة يعني الوضع سيكون متعب للغاية فبالتالي مبادرة السلام الأخضر أعتقد أنها مبادرة ذكية جدا ومبادرة عملية جدا ويجب فعليا دراستها في البرلمان النمساوي وعسى ولعل أن شاهدها قانون يتم التقيد به